يبدو ان الرهان على عودة الرئيس هادي الى العاصمة المؤقتة بات رهانا خاسر فالرجل وقع حبيسا لتضارب الاجندة والترتيبات الاقليمية في الملف اليمني كان البعض يعتقد ان الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد مواتيا لعودته وتولي زمام القيادة لكن هذا الاعتقاد ذهب ادراج الرياح وبدلا من عودته استقبلت الحكومة السفير السعودي لدى اليمن محمد اهل جابر في زيارة تعد الاولى له ولغيره من السفراء منذ خروجهم من اليمن بعد اجتياح الميليشيا يرى الكثيرون ان زيارة السفير السعودي ربما تأتي لتلمس الاوضاع والاشراف المباشر على عمل الحكومة بعد الوديع التي اودعتها المملكة لحساب البنك المركزي في محاولة لوقف تدهور الريال اليمني وهنا يبرز السؤال هل لا يزال لدى اليمنيين الحق او القدرة في اتخاذ القرار السياسي او ذلك المتعلق بالترتيبات الداخلية اشائع حاليا ان الوديعة كانت مقابل اجراء تعديلات حكومية وهذا يعني مزيدا من التنازلات يقدمها الرئيس هادي اي ان التعديلات قد يكون لها تأثير على قدرته في اتخاذ القرار وتنفيذه تتعاظم التكلفة وتكثر التنازلات وتدخل اليمن مرحلة متقدمة من الاختطاف التي قد تدوم طويلا حتى بعض القضاء على الميليشيا ابان بدء التدخل العربي كان الهدف حماية الامن القوم العربي ومنع التوغل الايراني في المنطقة اما اليوم فيبدو ان الاهذاف تغيرت واصبح القرار السيادي او جزءا من اليمن الخصب هو الهدف او المهر ليس المهم التسمية الاهم الان هل لا يزال لدى اليمنيين القدرة على الاحتفاظ بوطنهم وسيادته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة